السلام عليكم كانت بنا تكونوا بخير على خير وفي صحة جيدة اليوم بإذن الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة غادي نشارك معكم بسطيلة ولكن ماشي أي بسطيلة بسطيلة بالخضر كتجي أكثر من رائعة كتجي بنينة بزف بزف أنا متأكدة إلا جربتوها غادي تعجبكم واللي زوين فضل بسطيلة هذه أنها كتوجد بسرعة وكذلك اقتصادية وفي نفس الوقت كتناولوا الخضر كتكون صحية فنتمنى أنكم تجربوها وتنال إعجاب ديالكم وقبل ما ندوزوا المقادر وطريقة التحضير فما تنسوا اشتركوا في القناة وتفعلوا جرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات ونخليكم مع المقادر سوف نبدأ بسم الله على بركة الله سوف نريكم الخضر والمكونات اللي سوف نحتاجوها فبالنسبة للمكونات لدي جوج حبات البصل الكبار اللي قطعتهم كرقاق يعني شلطهم وسوف نحتاجوا كمية من اللحم المفرون فعندي كمية قليلة والكمية طبعاً كتبقى على حسب الرغبة لكم فنبغيها كنغلب الخضر على اللحم سوف نحتاجوا كذلك عندي هنا الجزر محكوك عندي جوج حبات حكيتهم هكا في الحكاكة الغليضة وكذلك عندي هنا القرعة حكيتها كذلك تهي في الحكاكة الغليضة جوج حبات وسوف نحتاجوا شوية دي الشعرية الصينية اللي رطبتها في شوية دي الماء الماء يكون مغلة كتخليها واحد ثلاثة أو ربعا دقائق وكتصفيها وكتقطعها بالمقص وسوف نحتاجوا كذلك للزيتون اللي قطعتها كدوائر وسوف نحتاجوا عندي فلفلة فلفلة ألوان وغادي نحتاجوا شوية دي المعدنوس هدي المكونات وبنسبة التوابل فغادي نوريهم لكم أثناء الوصفة فهنا ياخذت واحد المقلات غادي نوضع فيها هكا شوية دي الزيت زيت زيتون وزيت نباتية غادي ندير خالط مبيناتهم تقدروا غير زيت نباتية أو زيت زيتون غادي نوضع ديك البصلة مع لحم المفروم ثم غادي نقوم بإضافة القياس الكافي دي الملح والملح طبعا على حسب الضوق وغادي نشحر هاد البصلة مع هاد اللحم المفروم مع البصلة جيدا وهنايا بعد ما تشحروا كيفما كتشوفوا غادي نضيف واحد الملعقة صغيرة من الفلفل الأسود غادي نضيف ملعقة عامرة مزيان هكا من البابريكا الفلفل الأحمر وغادي نضيف واحد نصف ملعقة من الكوركم وغادي نضيف كذلك واحد الملعقة صغيرة من الكمون فهدي التوابل اللي كنستعمل وصراحة كتجيل ديدة غيب هاد التوابل هادو سوف غادي نحرك الكل وغادي نخلي هاد اللحم و هاد البصلة يتشربوا هاد التوابل ثم غادي نبدأ الآن في إضافة الخضر بالنسبة للخضر غادي نضيف فقط الان هادك الجزر مع القرعة هما اللي غادي نضيفهم وغادي نضيف كذلك المعدنوس وغادي نخلط الكل جيدا ونخلي هاد الخضر ديالي حتى كطيب وبعد ما طابت هذيك الخضر كيف ما كتشوفو وطاحت بهات الشكل هادا غادي نضيف الان فلفلة بنسبة الفلفلة فاخديتها ودرتها بوحدها ها كطيبتها شوية ديال الزيت مع شوية ديال الملحة وشوية ديال الفلفل الاسود فمليك تطيبوها ها كب وحدها وكتضيفوها في الاخير كتعطي نكهة اللي زوينة حسن من انكم تطيبوها من اللول مع الحشوة وكيف ما كتشوفو ضفت فقط هنا كذلك هذيك الشرية الصينية وضفت الزيتون وضفت كذلك واحد الملعقة من الهريسة وبنسبة الهريسة فبغيتو اضيفوها ما بغيتوش اضيفوها فما اضيفوهاش سفي غادي تخلطو الكل وهي الحشوة ديالنا جاهزة وهناها اندوزو باش نحضروا البسطيلة ديالنا كيف ما كتشوفو عندي هنا اي الورق ديال البسطيلة ف Alémو نحتاجو الورقة وغد عندي كذلك الحشوة اللي حضرناها الحشوة خليتها برضة تغشي شوية ولا تدافية وما هذه الحشوة شوية ديال الزبدة ندوبة مع مع الزيت خالط ما بين الزبدة والزيت فكن اخذ هذك الخليط دي الزبدة مع الزيت وكندهنه بهذك الورقة فانا ما كندهنش وحدة بوحدة كندهنها كلها عاد كان بدك نخدم فبالنسبة لهذا الورقة هذي يعني اختاروا شي نوعية اللي مزيانة نرغي هذي اللي كانت متوفرة دي اللي كتبع عندنا هي اللي خدمت بيها فكتكون هكا شوية يعني بحال لناشفة ولكن غدي نحاول معاها فكيف ما كتشوفو كندهنها كمجو الجيهات وسافي بعد ما دهنت الورقة كلها كان وضعها جانبا وغدي نبدأ مباشرة كان نخدم فكان اخذ هكا واحد اللاطة اللي فرش فيها ورق ورق الطهي وكان بدأ وكان حطوها هكا في الورقة دينا فغدي نحاول نمشي معاكم غير خطوة بخطوة بالنسبة للمبتدئات لما كيعرفوش هكا يعني لمطول بسطيلة فكيف ما كتشوفو كدير ورقات بحال هكا وكتخلي وهم خارجين هكا من الجوانب وكتحاولو تقدوهم فانا كيف ما كتشوفو بنسبة لهذا اللاطة فيها تقريبا 30 سنتين بدرت خمسة ديال الورقات هكا يعني ضايرين وبنسبة للسادسة كان ديرها هكا في الوسط باش كنضاعفو هكا الكمية ديال الورقة وكان اخدو الان هديك الحشوة كنفرغوها هكا في الوسط وكان حاول هكا نضغط عليها ونقادها وغادي نرشاها كامل الفوق بشوية ديال الجبن هدا اختياري بغيتو تضيفوه ضيفوه بغيتو ما تضيفوهش فما تضيفوهش وملي كنبغوها كنصدو الورقة ديالنا فغادي نحتاجو هنا كناخد بيضة كنفصل البيض عن الصفر بالنسبة البيض البيض كنلصق به كيف ما غادي تشوفو بهات الطريقة هادي فهاد الورقة هادي كيف ما كتلكم رايلا عرفتو تخدمو بهذا الورقة هادي تعرفو تخدمو بأي ورقة لان هذه الورقة صراحة الراهناش فهادي اللي كتكون هكا ورقة ديال هذا ما اظن ديال تونس ماشي ديال المغرب فبالنسبة الاخوات اللي يعني في المغرب راي الورقة تبارك الله موجودة يعني كتختارو الورقة اللي عجباتكم وكتخدمو بها كيف ما بغيتو وهنا يا كيف ما كتشوفو بعد مجمعت هديك الجواني بهات الشكل هاذا كناخد الورقة بحال هاكا وكندير هادي ندير الآن ثلاثة ديال الورقة تبهات الشكل هاذا كيف ما كتشوفو وغادي نجي هاكا لهدوك الجوانيب وكنجمع الورقة الاسفل بهات طريقة هادي فهانتو ما كتدخلوهم كتحاولو معهم غيب شوية وكتدخلوهم هاكا من الاسفل فكيف ما كتلكم وراء الورقة وراء ممساعدانيش ولكن ما غاديش نحيي تشي حاجة ما هذا المقطع غادي نخليه بحلاقة باش تبال لكم وتستافدو هانتو ما لاحظوا معايا وخا هاكا راغيك نمشيوا معاها بشوية وراكا تقد سافي بعد ما قديتها بهات الشكل هاذا هادي نولي هادوك الورقات هاكا ندهنهم شوية ديال بايض البيض كذلك هاكا باش كي يتبتوا مزيان وكندهنها كاملة هاكا بايض البيض من الفوق وكناخد ورقة هاكا في الاخير وكن يعني كنديرها هاكا من الفوق وكنتبتوها بايض البيض وفي الاخير كناخد هاكا أصفر البيض كناخد الأصفر ديالها وكنزيد علي هاكا شوية ديال ديال التحمير الفلفل الأحمر وغادي ندهن الوجه ديال هادوك البسطيلة هادي كل هاكا بديك أصفر بايض وغادي ناخد الان هاكا الورقة اللي تبقاتلي تبقاتلي شوية ديال الورقة هاكا لويتها كتاخدو الزوج أو ثلاثة ديالورقات كتلويهم بحال هاكا وكتبدو كتقطعو بالمقاس هادا الزيين فقط والزيين طبعا رأي اختياري هنشارك معكم انا كيفاش زيينتها وهنايا كيفما كتشوفو كنحاولو نحلو هاكا هاديك الأشريطة وغادي نرش عليهم شوية ديال بايض البيض بهات الشكل هادا ماشي كمية كبيرة غي واحد شوية هاكا وكنخلطهم باش هاكا اللي كنوضعهم فوق من البسطيلة كيتبتو عليها وكلي لسقو مزيان وصافي كنبدا نوضعهم هاكا بشكل عشوائي فوق من البسطيلة وغادي ندخلها الفن بالنسبة الفن كنكونوا مسخنينوا من قبل على واحد من مار اللي كتكون هاكا مهيلة باش كتاخذ هاكا الوقت ديالها في الطياب وكتبنا الورقة مزيان وكتقارمش في الفن ومنسبة الفن وكنشغلوها فقط من الأسفل حتى كنشوفوا بأنها تحمرت هاكا من الجوانب وطابت من الأسفل هاد كتحمروها من الوجه ديالها وكيكون هدا هو الشكل نهائي ديال بسطيلة اللي حدرت معكم اليوم بالخضر كجي أكتر من رائعة وكجي لديدة لديدة بززاف فنتمنى أنكم تجربوها فأنا ركنت صايمة وحضرتها يعني شي حاجة اللي بسيطة وسهلة ما كتاخدش منكم هاكا وقت في الكوزينة وكتبقى هاكا شي حاجة اللي يعني يعني بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت صحية سفيك توضعوها في صحن التقديم جت أكتر من رائعة وجت بنينة بزاف فنتمنى تجربوها وصنا نهاية الفيديو ونتمنى أن الوصفة تكون لتإعجاب ديالكم أنكم تشجعوني باللايكات ديالكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات تبارتاجيوا فيديو مع الأصدقاء والأحباب نتلقى في فيديو قادم مع وصفة أخرى يمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته